أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بالطاعة لو فتحنا القرآن الكريم على سورة البكرة هنلاقي أن صفات المتقين ذكرت في أربع آيات وصفات الذين كفروا ذكرت في أيتين فقط أما صفات المنافقين فذكرت في 13 آية وده طبعا يرجع لأن المتقين والذين كفروا صفاتهم الظاهرية والباطنية زي بعض أما المنافقين فالظاهر غير الباطن أنا حبيت النهاردة أخدكم في رحلة صغيرة للمدينة منورة علشان تتعرفوا على شخصيتين عاشوا في نفس الظروف لكن بعد ما ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتهم واحد أخذ طريق المؤمنين والتاني أخذ طريق الذين كفروا زي ما حضراتكم شايفين دي خريطة المدينة المنورة وكان اليهود متمركزين في عدة قبائل أهمها بنوا النظير وبنوا قيمقاع وبنوا قريضة وفي المجتمع ده ظهرت شخصيتين من أعلم اليهود بالطورة درسوها كويس وعرفوا أن فيه رسول منتظر وعرفوا آياته وعلاماته أول شخصية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه لما علم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال له إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي وسألوا عن ثلاث حاجات ما أول أشراط الساعة اللي هي علامتها وما أول أكل أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو أمه يعني يشبه أبيه أو أمه فلما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم على الفور وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وحسن إسلامه وبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وعلى النقيض الشخصية التانية كانت من قبيرة بن النظير كان سيدهم وأعلمهم بالتوراة فلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه مع أخيه هذا الرجل كان حيي ابن أخطب والد أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاه لما ظهر نور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ذهب حيي ابن أخطب مع أخيه أبو ياسر ابن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينظر إلى ما بين كتفيه فرأى خاتم النجوة ثم سأله هدة أسئلة مثل متى مات أبوك ومن رباك تيقن حيي ابن أخطب أن هذا هو الرسول المنتظر وأن هذه العلامات مذكورة في التوراة وفي طريق العودة سأله أخيه قال أهو هو يقصد أن هذا هو النبي المذكور في التوراة فأجاب هو هو فقال له وماذا تنويه فأجاب عداوته ما بقيت ومن وقتها أظهر حيي ابن أخطب عليه من الله ما يستحق عداوته للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار شديد بني النظير في يوم حولت أن هي تلقي حجارة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول عن طريق جبريل قام من مكانه مسرعا فقام الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بطرد يهود بني النظير من المدينة المنورة وذهبوا إلى خيبر ولكن حيي ابن أخطب عليه من الله ما يستحق إسدادت داخله نار الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين فذهب إلى كريش وعاهدهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبيلة بني كريضة وكانت ما زالت في المدينة وكان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة للدفاع المشترك عن المدينة المنورة لو بسطوا حضراتكم لموقع قبيلة بني كريضة في المدينة المنورة فموقعها حيوي جدا وما زال بهم حتى أقنعهم بالغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة الخندق ولما انتهت غزوة الخندق بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الأحزاب أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني كريضة للانتقام منهم وبقي معهم حيي ابن أخطب في حصونهم يتحصنون بها حتى رضخوا ونزلوا على حكم الله ورسوله وكان الحكم أن يقتل كل المقاتلين من يهود بني كريضة وكان من بينهم حيي ابن أخطب بان موزق واضح لواحد من الذين كفروا زيه زي أبو لهب وأبو جهل حضرتك دلوقتي تقدر تحكم واحد بالشخصية والعقلية دي سواء أنظرته أم لم تنذره هل يستجيب؟ فهذا النوع من الكفار سبق في عالم الله أنهم لن يستجيبون أبدا إلى داع يدعوهم إلى الإسلام هم قوم لا يؤمنون والدليل على هذا قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فالختم يكون على القلب والسمع أما الغشاوة فتكون على البصر وهناك كلمة تجمع ما بين الختم والغشاوة هي الطبع قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون فالطبع يكون على القلب وعلى السمع وعلى البصر ختم معناها الطبع أو الاستيثاق من شيئين ألا يدخله شيء من الخارج وألا يخرج منه شيء من الداخل وعلشان تبقى الصورة أوضح زمان الملوك لما كانوا يحبوا يبعثوا لبعض رسائل كانوا لازم يختموها بخاتم عشان يتأكدوا أن ما فيش حد فتح الرسالة وأراها قابليهم وده نفس فكرة الشمع الأحمر اللي بيختموا بيه على أي مكان عاوزين يحفظوا فيه أدلة جنائية أو ما شابه طيب ده إذا كان اللي ختمه هو الله سبحانه وتعالى فهل تستطيع هذه القلوب والأسماع أن تسمع للكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة طيب العيون دي اللي أخشاها الله سبحانه وتعالى هل يمكن بأي حال أن تنظر إلى دلائل الله سبحانه وتعالى ودلائل النبوة ويؤمنوا بها بالتأكيد لا بالطبع لا وبالتالي استحقوا من الله عذاب عظيم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيسأل طيب إذا كان الله هو من ختم على قلوبهم فما ذنبهم قال فضيلة الشيخ رحمه الله لأن الله غني عن العالمين فمن استغنى عن الله عانه الله على الاستغناء يعني بالبلد إذا كنت مش محتاج لربنا فربنا حيينك على عدم احتياجك ليه فحركة الله سبحانه وتعالى تتناسب مع حركة عبده إليه قال الله عز وجل في الحديث الكدسي إن اقتربت له شبرة اقترب لك ذراعة وإن ذهبت إليه مشيا أتاك هرولة وآخر حاجة في كتير من الناس لما تيجي تنصحهم يقول لك ربك رب قلوب كلامك مظبوط بس نائس ربك رب قلوب بس عمل الجوارح مطلوب وعلشان يكون قلبك عامر بالإيمان لازم تاخد بكل الأركان جزاكم الله خيرا